إلى هذه المدينة المسكونة بالتوتر والخوف عاد قادة ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي من المطار إلى المقر حمل هؤلاء على عربات مدرعة مشهد ينبئ بقادم الأحداث وبتهديدات محدقة بالمكاسب الهشة للتحالف العربي في اليمن ذكرى السبعينية الدامية التي شهدها اليمن في صيفي أربعة وتسعين تغذي الاحتشاد المرتقب على إيقاع أجندات سياسية متضاربة وعلى خلفية غامضة من المواقف الإقليمية لم ينتظر رئيس الوزراء أحمد عبيد بن داغر حتى حلول السابع من يوليو ليحذر العائدين في مقال الله بلغة عربية واضحة لا يمكن لأحد ملك السلاح والمال والرجال والدعم أن يتهرب من مسؤولية الحفاظ على الأمن إنها خلاصة ما أراد رئيس الوزراء إبلاغه إلى مسامع هؤلاء الذين لا يتنفسون على مسرح آمن بل يمسكون بالزناد مستثمرين ما بأيديهم من قوات عسكرية تم بناؤها خلال الفترة الماضية خارج السياق الوطني العداوة والبغضاء والكراهية بعثت من جديد وبصورة أبشع هكذا قالها رئيس الوزراء محذرا من ياناير جديد في عدن إنه الصراع على النفوذ يمضي نحو الذروى في عدن وجولة جديدة من الصراع الغبي يجري التحضير لها بحسب رئيس الوزراء وهنا يخاطب باندغر العائدين بالقول إما أن تساعدوا على لجمها وإما أن تكون أذاتها وحطبها وضحيتها لم يلتفت العائدون إلى هذا النداء حتى اللحظة فالجميع منهمكم في استثمار الحدث المرتقب في السابع من يوليو وإعادة توجيه هذه المناسبة لحسم الصراع السياسي مع السلطة الشرعية التي جاءت تحالف العربي إلى إعادتها وتمكينها من حكم البلاد براءة ذمة أو جارس إندار الأمر سيان فرئيس الوزراء الذي يحاول جاهدا من مقره في معاشيق استعادة دور الحكومة والبناء على المكاسب المتحققة من الاستقرار ليس بيده على ما يبدو سوى هذا النوع من التنبيه المبكر من مخاطر محدقة بالمكاسب المتواضعة التي تحققت في عدن ومحيطها رسالة بن دغر كشفت عما هو أخطر حينما حذر المتمسكين بتلابيب المجلس الانتقالي من أنهم إذا حاولوا إضعاف الشرعية في عدن أو النيل من الرئيس المنتخب فسيمهدون الطريق لعودة الحوثيين وصالح منتصرين فما الذي يخبئه العائدون؟